اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إن الخطوات تكون سواء في الدراما أو في السينما تكون شكلها أكبر أوصل للناس بشكل أكبر ويا رب يكون على قد التعب والاجتهاد ده على قد ما تكون النتيجة يا رب إن شاء الله أنت ملاحظين تغير في اللوك شوية هل ده استعداد لحاجة ولا أنت عمله كده؟ لا هو إن شاء الله إن شاء الله المفروض إنه استعداد لحاجة بإذن الله دراما يعني حاجة دراما إن شاء الله في الفترة اللي جاية دي علشان يبين بشكل مختلف الفكرة كلها مش لوك إن أنا موضوع نيولوك بالنسبة لي مش موضوع إن أنا أغير في شكلي أو أغير في شكل جسمي أو أغير في شعري أو أطول داني لا هي الحكاية كلها إن أنا أحاول أكون أقرب للشخصية اللي أنا ممكن أشتغلها هي دي الفكرة إن أنا لما بتجي لك شخصية معينة بتقرأ عنها بتكون عاملة إزاي في تصور معين بيبادلك لما بالذات تبدأ تتخيل الشخصية دي لحمه دم بالاتفاق طبعا مع الأساتز القائمين على العمل الأستاذ المخرج والكاتب والناس القائمة على إخراج الصورة بشكل معين بيجي بقى في دماك إن أنت المفروض تطول دقنك المفروض إن أنت تطول شعرك المفروض تحلق خالص المفروض تخص خالص أنا مش عاملة عشان هي عشان الموضة أو مش عاملة علشان إن هي بقت موضة دلوقتي لا أنا عاملها لمذاكرتي الشخصية معينة دلوقتي يا رب إنها تكون زي ما بيقوله ركب على الشخصية اللي أنا بذكرها دلوقتي رأيك إيه في عودة السيزون اللي هو خارج رمضان زي ما كنا الأول كان دايما فيه سيزون في رمضان ما فيه سيزون خارج رمضان ممكن ده يعود دلوقتي وإنت بتقول ليك عمل فني فيه رأيك إيه فيه والله أنا نفسي إن هو القائمين على الصناعة إن هم يهتموا بضاء أكتر في رمضان حلو قوي إن أنت يكون عندك مسلسلات في رمضان حلو قوي سيزون مهم جدا الناس بتستنى من السنة للسنة لكن فيه فترة كبيرة جدا ما بين رمضان ورمضان تستوعب تماما نجوم كبار وناس وأعمال درامية محترمة جدا وأعمال درامية كويسة قوي وده اللي قريدي بقى بيحصل للفترة اللي فاتت نعني السياس طرق اللطفي في بين عالمين اتعرض في أف سيزون والناس مصر كلها تقريبا كبتتفرج عليه سيزون أبو العروسة كان مكسر الدنيا مسلسة للطفان كان مكسر الدنيا فالفكرة أن أنت مش مسألة سيزون أو غير سيزون الناس هنا بتتفرج والناس هنا بتتفرج فأنا نفسي موضوع كلمة سيزون دي تتلغي أن يبقى في أعمال درامية في الفترة اللي هي ما قبل رمضان وأعمال درامية في رمضان أعمال درامية طول السنة ليه ما يبقاش الموضوع أو الحكر بس على الموجود أنه يكون في رمضان ده أنا اللي بتمنيه نور محمود بنظراته الفنية إيه اللي عجبه في رمضان الي فات من كل اللي شافه حاجات لها اشتغلتها طبعا لا انا انا ببدأ دلوقتي اتفرج يعني انا بخلصت تصوير في اوقات متأخرة من رمضان يعني قبل العيد بحاجات بسيطة كده فكنت مشغول في التصوير دلوقتي ببدأ يعني اتفرج على حاجات باتفرج على رحيم دلوقتي مسلسل رائع بتاع استاذ ياسر جلال بتفرج على بالحجم العائلي للاستاذ العظيم استاذ يحي الفخراني وهبدأ اشوف بقى يعني في القايمة اللي انا بتاعت الفرجة بتاعتي لسه لسه بكملها يعني بس دلوقتي اللي انا ممكن اتفرج عليه او اتفرج فيه يعني لكن في رمضان بيبقى صعب شوية لكن انا عجبني جدا جدا رحيم جدا جدا استاذ ياسر من الناس الموهوبة قوي والله جدا صحيح انا ايشرفني ان انا اكون فيها شابة من استاذ ياسر بس لا يعني انا شايف ان استاذ ياسر من الناس اللي بتحب الشغلانة بتحب بتكتهد جدا بتذكر كويس قوي وده بيبان يعني كل اللي انا بقوله ده هو باين ان الراجل من طلته الدنيا شكلها عاملة ازاي فربنا يا ربي يوفاهم جميعا يا رب انا بتكلم عن اللي انا شفته انا فيه حاجات اه حاجات لسه وشفتاش طبعا استاذ يعني استاذ ياحي الفقراني يعني القادمة وتستغل النجاح اللي على مستوى الدرامة التلفزيونية اللي انت عملت ورمضان اللي فات والله اتمنى يعني اتمنى ان انا اتمنى ان انا كن اكرر يعني انا اشتغلت اجربة واحدة سينما مع استاذ الكبير استاذ ريالاريان في فيلم الخلايا اه والحمد لله رب العالمين كان رد الفعل كويس اوي اه فاتمنى ان انا يكون اه الفترة اللي جاية فيها شغل السينما كويس يا رب اشتركوا في القناة